أننا في الآوين الأخيرة تم الإعلان عن حزمة برامج في السياحة طبعاً هذه الحزمة تشمل عدة فعاليات تبتدي من شهر مارج وتمتد إلى نهاية 2022 والجدير بالذكر أن هذه الفعاليات نعمل مع القطاع الخاص على أساس أننا بعد أن نفعل دور القطاع الخاص ونفعل الدور الفندقي في تنمية قطاع السياحة منها كنا شركاء أساسيين في الترويج للفورميلا وان إقليمياً ودولياً أيضاً أننا نشغالين مع التجار في سوق المنامة على أساس نطبق مهرجان الأول من نوعها اللي سميناه ذهب المنامة كذلك عندنا فعاليات أخرى تمتد اللي بتكون إن شاء الله من شهر 6 إلى نهاية شهر 8 اللي نسميناه مهرجان الشواطئ وطبعاً يمكن هذه المهرجان يكون الأول من نوعها اللي تطلقها هيئة البحرين السياحة والمعارض على أساس أننا نعرف السياح الدوليين والإقليميين على السواحل والشواطئ في مملكة البحرين طبعاً أيضاً من الفعاليات اللي نسويها كنا قبل الكورونا بشكل سنوي راح نطلق المهرجان الطعام اللي هو الفود فاستبل وإن شاء الله راح يكون في شهر ثلاثة أيضاً وطبعاً المهرجانات السنوية اللي إحنا نطلقها اللي هو حافلة راس السنة وأيضاً المهرجانات اللي راح نطلقها في العياد الوطنية طبعاً الجدير بالذكر أنه فيه فعاليات أخرى أنه ما تندرد تحت هيئة السياحة والمعارض كون أننا احنا المرخص وأيضاً ذراع التسويق والترويج السياحي لمملكة البحرين فأحنا ندعم أيضاً القطاع الخاص على أساس أنه هو يقوم بفعالياته وفي نفس الوقت أننا نأخذ المواد اللي موجودة عندهم ونسوق لهم دولياً وإقليمياً الشيء الجميل يعني أستاذ أيمن أنه داشتنا أسواق يديدة تقريباً 16 أسواق يديدة فلأول مرة توم التوقيع مع مكاتب سياحية في فرنسا في إيطاليا في إسبانيا عندنا أيضاً في ألمانيا لأن الخطة التسويقية والترويجية في هيئة البحرين السياحة كانت قوية فهذه هي اللي خلت المكاتب السياحية في الخارج توقع اتفاقيات مع مملكة البحرين على أساس أنها تروج مملكة البحرين سياحياً وأيضاً الجدير بالذكر أن كل مكتب سياحي عنده مؤشرات أداء واضحة على أساس أن السياح الدوليين يونف مملكة البحرين وطبعاً أنا أحب أن أستأذن الأستاذ أيمن أن نسوي نفس هذه الندوة ستة شهور من الآن على أساس أن أنا أقدر أن أطلعكم على هذه الأرقام وشكد أن المكاتب السياحية في الخارج أوصلت من ناحية مؤشرات الأداء وكم عدد السياح اللي هو البحرين الاستراتيجية على عيني وعلى رأسي أي استراتيجية؟ أي كلام أنا اليوم كقطاع موجود على أرض الشارع في مملكة البحرين إذا هذه الجهود ما لمستني بشكل مباشر فهي من العدم وهذا هو ما كان على طوال الفترة السابقة شنو الجهود اللي بذلتها السياحة في استقطاب السباح في مملكة البحرين جميل جداً كلام جرائد ينكتب ودراسات تنكتب سمحيني فاضمة بس بكل صراحة أنا أتكلم وهذه أنا يعني دائماً بهذا الأسلوب اليوم القطاع الفندقي بدأ يحتضر في مملكة البحرين الفودن بفرج المطاعم في مملكة البحرين لا تحقق أرباح نهائياً لكن احنا أعتقد منذ سنوات طويلة ونحن نتكلم السياحة العائلية، السياحة العائلية، البحرين ونحن كانت عندنا فرص يعني ما شاء الله جسر الملك فاد لمملكة البحرين في الصغطاء بالعوال الآن هذه ننسى لأن احنا لا نقدر أنه جاري ما يقدم في المملكة العربية السعودية اليوم ما نقدر نجاري اليوم شنو الحساب اللي على السوشيال ميديا أو الانستجرام اليوم عن نتكلم شنو الحساب اللي يروجون كل الفعاليات بالخلالة أنا كبحريني أعرف، أنت تعرف، لكن أنا اللي بييني الخليجي من بره إش درا أن أنا ديش على الكالندر عشان أشوف الفعاليات اللي موجودة في البحرين فأنا اليوم راي حدور كأي دولة في دول العالم السياحة، أنت عندكم في البحرين، وزارة هيئة سياحة أدور على هيئة سياحة، بيطلع لي حساب اللقابة للوزير، اللقابة للرئيس التنفيذي اللقابة للوزير قال إذن، شلون بأعرف أنا كسائح عربي أن أنا لازم أروح إلى حساب اسم الرزنامة أو الكالندر عشان أنا أروح له تخيل أن أنت أكبر أعلان ين مطار البحرين اللي مفروض أنه يروج للبحرين، كان يروج حالي من البكة العربية السعودية أكبر أعلان عند مطار البحرين فالآن يعني في ناس تعرف توصل إلى التارغت الصحيح في الترويج لفعالياتهم يعني أحنا اليوم لننسب الفعاليات التي تقام على أرض مملكة البحرين لنا كسياحة اليوم أنا كمستثمر بيب الفنان الفلاني البحري الخليجي وبسوي فعالية لا أنسبها لنفسي الفورملا ون لا أنسبها لنفسي الفعاليات التي تتقام البحرين لا أنسبها لنفسي أنا شنو سويت؟ أنا شنو فعلت؟ أنا شنو استقطبت؟ هنا نحن نتكلم هناك نسبة تستقطع من قبل المطاعم شنو المردود على المطاعم من خلالها؟ الفنادق تستقطع منها نسبة شنو المردود المباشر على هذه الفنادق من النسبة التي ندفعها؟ تقولون نحن نروج ونسوي المكاتب السياحية أختي العزيزة كلهم بيوقعون معانا وكلهم بيحاولون بقدر المستطاع للحصول على المبالغ المادية ما بيسوونها حبا فينا احنا فهي مصلحة تجارية متبادلة ولكن أنا أقول بعض التجارب وكننا نتكلم فيها مع الأخوان قبل شوي أنا ضربت مثال إلى تركيا سبيل المثال تركيا السياحة عندهم الوزارة السياحة ادفعت ما يقارب 50% من قيمة التذاكر حيث شركات الطيران ادفعت 50% لمجموعة كبيرة من الفنادق نظير تقليل قيمة الإقامة ادفعت 50% من خلال بعض المطاعم إلى تنزيل سئرها أنا هنا استقطبت اليوم قطاع الفندقي يحتضر المطاعم ما في مطاعم قاعدة تربح اللي سكر سكر والأسماء تالية والقضايا في المحاكم على الفود ان بفرج بشكل يومي ما قادرين يعيشون ليش ما قادرين يعيشون لأنه أنتم ما قاعدين تشتغلون بالطريقة الصحيحة في استقطاب هذه المجامية إلينا 338 لو مب شغل أصحاب المطاعم نفسهم من يدري عنهم الآن بتبتدون يمكن كنا في اجتماع قبل شهر تقريبا وقلتولي عقب السبوع بتنزل الرزنامة للفعاليات المقامة في 338 هل انزلت اليوم ولا لا ما أدري لأمس ما كانت موجودة فأحنا 338 كل واحد يطلع من جسر السعودية على 338 السواح من كل دول العالم 338 هل انتو ش سويتو حق 338 بايب فرقة بخليها تغني بايب تم من واحد يعني يسوي لي فنون ولا واتفر هل هذي يقول استقطاب زين هذي المطاعم اللي موجودة الآن واللي تقريبا ما يعادل 35% من المطاعم اللي كانت موجودة أغلقت شون كان الدعم لهم في الاستمرارية لهذا الموضوع الواقع شوف يعني هو صار فيه ركود من قبل وصارت مشاكل من قبل الزين اليوم في عندك طاقم جديد وهذي الطاقم يعني أكاديميا مؤهلين هاللي شوفنا احنا الشيء زين اللي سار انه يعني الدكتور مع الطاقم انه سوى استراتيجية كانت قبل ما عندنا استراتيجية ما عندنا واحد يطلع ويجتمع بالفنادق ويجتمع بعضها في التجارة ويجتمع مع السكال ويجتمع مع أبتا زين ييه وفهمنا قال يا جماعة ترى أنا هذي خططي فأنا اعتبرها زين انه يعني دكتور ناصر سوى ثلاثين في المائة من الشغل الصحيح اللي احنا نسميه الباك أوفيس اليوم عنده شحين الأصاب اللي هو على عاطق شانتي فاطمة وعلى عاطق الدكتور زين يسمونه المكاتب الأمامية انتو عندكم سبعين في المائة تنفذون هذي المشروع وهذه الاستراتيجية وهي طبعاً اللي انتو قلتوه مو شي سهل ولا رح يصيري بسهولة أنا كخبير في قطاع الفنادق أو في قطاع السياحة أقول لكم اللي يكون في عونكم لأن الكلام اللي انتو قلتوه مو بسهل تنفيذه من الحين حتى لـ 2026 انت اليوم شلون بتستقطب 14 مليون سائح في خلال أربع سنوات شنو الخطة اللي عندك انت بس أنا شا أقول انتو قاعدين ويقدود وانتو يايين بحرفنا يوسفني أقول يمكن الخبرة في قطاع السياحة عندكم شوية أقل من المطلوب لأن انتو ما يايين من قطاع السياحة ومو بعيب ان نحن نيب ناس من برع تساعدنا ولا عيب ان نحن نيب ناس من برع يكون اتنفذ هذي الاستراتيجية وفي طاقم سناني عارفهم زين بحرينيين عندهم اشتقلوا مشوار طويل في قطاع الفندقة في قطاع السياحة في قطاع الايرلين في قطاع التربل ايجنت سووا فريق اشتقلوا وياهم هذي ولا بتكلفك مبالق ولا بتكلفك اي شيء اهم على استعداد وانا اولهم ان احنا نتبرع ونشتغل معاكم كمستشارين خارجيين احنا في القطاع كما ننبي عليكم شيء بس احنا ولانا لبلدنا ولانا لهذه البلد هل عندنا ازمة فعاليات او ازمة ترويج للفعاليات عندنا فعاليات بس ما عندنا تسويق سمو الشيخ محمد بن راشد من 1998 يدعم الامارات ايرلان والاتحاد ايرلان في قيمة التكت مثل ما اسلف اخونا في تركيا في دبي موجودة هذه سابقا فهل عندي انا ازمة فعاليات لو ازمة تسويق انا ارى انا ارى عندي ازمة تسويق ليس بقدر ازمة الفعاليات ليش الفعاليات الموجودة اختلف مع سعادة النائب يمكن اجنبية بس انا شنو شنو الفئة المستهدفة واضح ان انا الشريان الحياوي للسياحة اللي هي المملكة العربية السعودية المنافسة رقم ثلاثة لا نستطيع ان ننافس المملكة العربية السعودية لا نستطيع في البحرين منافسة اي دولة من الدول الخليجية لوجود البجت المفتوح لما يتكلم الشيخ في اللهوة موسم الرياض يتكلم عن ارقام فلكية احنا لا نستطيع لموضوع اللهوة البجت الرقم الرابع اللي اتمنى لكل يستوعبه بما فينا هناك تخمة في المعروض هناك تخمة في المعروض بسبب الشحن الايجابي هناك شحن ايجابي من قبل الدولة من قبل مؤسسات الدولة والله الارقام اللي يعطونها يقول لك اوكي عندي اربعمائة فود تراك واصلني لستمائة فود تراك يوم قعدنا وياهم مائتين فود تراك ليش؟ قل لك أنا صار ترند يعني اللي يحرك السوق في البحرين هذه ازمة في الكورونة والاخه في المملكة العربية السعودية لما صار الفود تراك في المملكة العربية السعودية لا لا طوفوا علينا قدام بكثير فانا عندي تخمة في المعروض الفندقي خلنا نقولها بصراحة لذلك في الفترة الاخيرة ما نشوف هذه تحسب الى هيئة السياحة معالي الوزير تحسب اليه بدانا نستقطب عن اي دي بي اسم ولي العهد اي كلها الجهود يعني بدانا نستقطب شركات كبيرة ماركات كبيرة شيرتهم عندي من عشرين خمسة وعشرين سنة يمكن من خمسين سنة عندي ما يتني اكور وغير ذلين اللي في الفترة الاخيرة هذه ترى مو جهود سهلة لا تشي تقدم لي شي مو كواليتي كل شي مو ذو نوعية وتقول لي انا جاهز القطاع الفندقي والتجار القطاع الفندقي زين جاهز حقا استقطب ما تستقطب السواح جلالة الملك في بالا السياحة العائلية انت وقلبتون سياحة فردية جمال قطاع الفندقي انت وقلبتون الموضوع ليش وبعد اعذركم احنا في دولة اقتصاد حر السعودية في اربع سنوات خلني اقول قدرت تستقطب الاشياء الفنادق البرندات اللي البحرين ما قدرت تستقطبها انت لما سويت فندق ثري ستار او فور ستار زين او شقاق فندقية ما سويت دراسة جدوى سويت دراسة جدوى عليه اساس ارجع اقتصاديا اقول لك انا اه يمكن استاذ ايمن قال نقطة بس خلني اه اه احتاج اعتمد على السياحة المحلية ما في قوة شرائية عندك في البحرين قوة شرائية ما عندك في البحرين اللي انت تسوي ليها 5 ستار او خلينا نقول مطعم السياحي تسوي ليها 5 ستار هوتل او 5 ستار مطعم هيلث وكذا ويدفع لما يقارب في طلعة واحدة يمكن واحد في المئة من دخله اوكي انا مو مستهدف دوات الدخل المنخفض انا مستهدف دات الدخل المتوسط والمرتفع دات الدخل المرتفع او او اصحاب الدخل المرتفع ما بيقعد لك في البحرين ما بيقعد لك في البحرين كم نسبة دوات الدخل المرتفع والمنخفض اللي خلينا نسمع عدل خلني انا بقولها اللي اشترى وشقق في تركيا زين فانت تبقى على مين تبقى على دوات الدخل المنخفض ما بييك لا اسعارك ولا البيئة ولا انت الهدف كله اللي انت تسعى اليه مو قادر توصل اليه اصحاب الفنادق اصحاب المطاعم مو قادرين توصلون الى الهدف اللي تبونا في السياحة المحلية قاعد يتركز لي على السياحة الخارجية انا شفتا حين في شبكة اسمها دلوات ان توتش ويتش اس تي ار ريبورت اوكي منظر فبوري اللي هو دائما الشهر السيء الشهر السيء شهر فبراير فنادق الست فنادق تقاذر خديت ارقامها من في احد الفنادق اللي هو دائما اصحاب المطاعمة هذا هو اصحاب الفنادق انت تتكلم عن سي تتكلم عن سي تتكلم عن 37% هذه هي فقرات حقا من تلوات ان توتش أعتقد أنه سعيد أعتقد أنه سعيد لأنهم يحتاجون الناس لتحقيقها إن فاتحين تساطعشر دولة ويتعاقدون مع تسعين شركة إنه سعيد في حالة قليلة إنه سعيد لتحقيق لقد كنت أحد من الخطة لأن الشركات السياحة التي تستقطبها ماذا يفعلون لديك بديل السعودية كما قلت إذا سكر الجسر سوف نموت في حالة قليلة ماذا يحدث الآن؟ لذلك تحقيق ما يفعلون لتحقيق التوريزم الثانيين نحن كشركة يجبنا سوق جديد يجبنا سوق روسي حق البحرين عائلة طيارات خاصة يبناها من روسيا موسكو وصلنا 12 ألف روسي من بس هذا لازم القطاع الخاص الذي يكون يروح يبادل ويجيب الشغل في دولة عملي معها تشارتة فلايتمون سأقول الدولة بس الخطة كانت من شهر 11 أن نفتح سوق جديد وعملنا احنا خدنا الطيارات من نفسنا احنا خدنا الرسكة يعني من 15 مارج اللي هي السوق الأكراني بس صار أن الفترة تحر بس الخطة كانت قبل ما يصير الموضوع هاي يعني صحيح سوق السعودي مهم جدا أوكي صعوبة رجوع السوق السعودي صعب جدا أسهل أنك تروح تفتح أسواق جديدة أكثر من تركز على السوق السعودي ما احترام الشديد النصج is very difficult to bring it back أكثر الفنادق اللي موجودة العدد الأكثر أنه على تاركت سوق السعودي على ما أعتقد يوم يبتح للروسة هني على البحرين يوم ما رحوا منطقة الجفير قال لي علي ما هو هوتيل تحرير الموضوع تحرير الموضوع تحرير الموضوع تحرير الموضوع وديت الخمس عشر في الجفير قال لي لا أرى أخر لأن التفكير كان محطوط على أسواق الخليج وخاصة السوق السعودي هذه مشكلة النقص الثقافي أننا نحن في البحرين مثل ما قال الخبرة في قطاع السياحة الناس الذين يتكلمون في قطاع السياحة لا لدينا برامج كل السوق لماذا تحرير الموضوع الذي هو تحرير الموضوع أنت عندك من لندن لماذا أواخر روسيا تتكلم عن مليار ونصف ومليارين بني آدم مليار دعنا نقول لا نزيد ما هي احتياجاتهم شمس وبحر وسان أنت موجود عندك من أجل لا تتكلمون لأننا ما ليس لدينا فعاليات كما أبدأ من 1996 ما يروجون ما كانت فيها دبي لم تكن لديها وليس لديها بحر ويأتي الكثيرا أتكلمون كيف يأتي تتركوا في واحد هيئة الكالتشر يعلن لحالة هيئة السياحة لحالها الطيران الخليج لحالها يعني الوان ميسيج تقوى هيئة الكالتشرونج للمستخدمين عدل خباس خبزة على قولاتهم يعني حتى في 2021 تم افتتاح فندق فنادق جديدة وتضاف وبراندد مثل ما تفضل سالعارف تضيف إلى قيمة القطاع الفندقي بشكل عام بس اعقب على كلام سالعارف مجمل العمل السياحي ومؤشرات عمل القطاع السياحي لا تقاس بمؤشرات بمعزل عن باقي المؤشرات الأخرى معدل الاشغال في القطاع الفندقي مهم وأكيد مهم ولكن لما ناخذ بأدبيات عمل لمنظمات العالمية مثل منظمة السياحة العالمية لا تأخذ فقط بمؤشر واحد النظرة دائما تأتي لجميع المؤشرات التي تقيس أداء القطاع السياحي السادة عارف وضع يده على هذه القطاعات وهذه المؤشرات التي تشمل مدة الإقامة معدل الإنفاق للسائح معدلات الأشغال معدل الليالي السياحي التي تقضى وإن شاء الله بما هو نحن مقدمين عليه من خطة واضحة لم توضع اعتباطا هذه بعدها بأكد عليها في جزئية يمكن استاذة فاطمة ذكرتها في البداية أن الاستراتيجية السياحية لم توضع لمجرد وضع خطط وما توضع في الأدراج إنما ولدت ووجدت من أرض تستند على معطيات حقيقية ومعطيات الحقيقية قصنا فيها أداء الاستراتيجية الأولى من 2016 إلى 2019 كيف نمى هذا القطاع من نسبة إلى ما وصلنا عليه إلى 6.8% وكيف ارتفعت هذه النسبة وكيف نستطيع أن نعمل لها سيميليشن بحيث أن نحن نصل إلى النسبة التي وضعناها كالتزام بالأرقام 11.4% ونحن أيضا مساءلين عنها لأنها أصبحت مطروحة للجميع فتحنا فندق يديد ما صار لسنة في بونك الجامعة في وسط الكوفيد والأمور اللي صارت فندق سويسبل عطينا لإنطرناشنال أوبريتر سويسبل عادمرال والفندق متواجد في الجفير ودرسنا الفندق سوينا دراسة جدوى من البداية درسنا السياح اللي يون علينا البحرين من السعودية الكويت الإمارات عمان سياحة عائلية فغيرنا النظام الفندق من غرف عملنا تصميم كشقق سويتس يعني بغرفة غرفتين ثلاثة ودائما أحيانا من قبل قدام غرفة خدام سويناها كفندق أعلي منظم مرتب فيها مثلاً نايس أمينتيز على بركة السباحة مريحة على مو إن يكون في فاوضة ولا إشي وفي منطقة الجفير صرفنا على الفندق كثير وإذا ما كانت تتثقى باقتصاد البحر وهيئة السياحة ووزارة التجارة وصناعة وصناعة يعني ما كان يكون عندنا خلنا نقول الدرايف المستثمر لها المرحلة لكن جداً متفاقلين طبعاً الريترنز رح يكون على شكل تدريجي يعني ما نتوقع في يوم وليلة شي رح يتغير مئة وثمانين درجة الأمور رح تاخذ مجراها بطريقة الصح وجماعة السياحة ما يقصرون معانا يعني دعمهم من البداية في المعاملات وإجراءات حكومية وغيرها ما قصرتوا معانا وأنا دائماً متفائل خير يعني قاعد أتشوف إن كلنا فريق عمل يعني ما شاء الله كل واحد كان تقريباً نفس اللغة كنا نتكلم من مار وغيرها والأستاذ كلنا كنا نتكلم لغة واحدة واللغة الصح كانت للبلد نفسها للاقتصاد البلد الكلمة فائل إنه نبي الاقتصاد تتحرك لأنا مو بس شي يخص لنا إحنا كمستثمرين الحمد لله ما عندنا مشاكل وعندنا وعندنا إقبال ما شاء الله الحمد لله إقبال على الفندق التحرك موجود أستاذ أيمن مو إنه مشاكل إنه ما لها حلول كل مشكلة لها حل وحلول أكيد فأنت ما تقعد إذا صادك مشكلة خلاص تنرفز لا تقعد عندك معك تسأل تستسر وتروح وتسوي لك حل تجد الحل مو إنه خلاص مشاكل وذات سيتلا دائما فيها مشاكل الحياة فيها مشاكل أكيد صح ومن غير المشاكل إحنا ما رح نتألم طبعا أكيد يعني طبعا إدارة المشاريع إدارة مستحدثة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بناء على التوجهات الجديدة على إسهام هيئة البحرين للسياحة والمعارض لخلق البنية التحتية السياحية في مملكة البحرين طبعا كانت فيه عدة من المشاريع الموجودة في هيئة البحرين للسياحة في طول التنفيذ فلما تشكلت الهيئة الجديدة بالاستركشن الجديد وإنشاء الإدارة صار فيه تركيز أكثر على تنفيذ هذه المشاريع يعني خلال فترة أزمة كورونا اللي ممكن الناس كانت كان فيه تأثير قوي على قطاع السياحة صار فيه تركيز أكثر على تنفيذ هذه المشاريع على أساس إن شاء الله تكون الهيئة مستعدة بعد مثل ما يقولون فترة الجائحة بالمشاريع هذه يعني مركز المعارض ابتدى حجر الأساس فيه في جناير 2020 والكونستركشن ابتدى ماله في شهر 5 2020 في عز أزمة الكورونا الهيئة استمرت وثقتها مثل ما يقولون في القيادة الرشيدة على أن الأزمة هذه راح تعد على مملكة البحرين وبادرت واستثمرت بتمويل ذاتي لبناء مركز أرض المعارض الجديدة مشروع ساحل قلالي اللي حين حاليا قائم ابتدين الكونستركشن في أول ركلميشن فيس أجين في عز أزمة الكورونا في شهر 5 2021 بدأت أزمة الكورونا موجودة بس الهيئة ما توالت أو ما أخذتها أصلا كعذر على أساس إنها ما توقف المشروع لا استمرت ودفننا المشروع والحمد لله نحن ماشيين على خطة ثابتة في مشروع قلالي اللي هو هي راح يعتبر وجهة جديدة سياحية عائلية للبحرينيين قبل الله تكون للسواح طبعا المشروع راح يكون ممتد على 2 كيلومتر في منطقة المحاربة محافظة المحاربة وراح تشمل على 2 public beaches دائما كنا نقول للبحرين ما فيها beaches ما فيها beaches على مستوى عالي وإن شاء الله بإذن الله في مشروع قلالي راح يكون في 2 public beaches على مدى 2 كيلومتر ما راح نكتفي فقط بإنشاء 2 public beaches راح يكون فيه facilities يعني أول مرة تكون فيه مشروع متكامل في البحرين ريتيل شوبس مطاعم فود كورت عندنا ملاعب خارجية وداخلية عندنا ملاعب على الشاطئ المشروع الثاني مشروع بحرينبيل الأخ علي كان يتكلم عنه اللي هو يتكون من 4 board private و 1 public beach ويكون على طول 600 متر فإحنا طال عمرك المشروع هذه بعد ابتداء في نوفمبر 2021 في مرحلة الدفاع كل المشاريع الحالية قامة خلنا نقول الواجهات البحرية الاهتمام الأول للمواطن البحريني أو العائلة البحرينية ترى موجود الشواطئ العامة موجودة الخدمات اللي راح يكون فيها الشواطئ راح تكون مفتوحة للكل هي شواطئ مجانية وعامة للكل فإن شاء الله مثل ما يقولون وإحنا متأمنين إن شاء الله على نهاية هاي السنة بحرين بي وقلال إن شاء الله راح يكونون إن شاء الله مفتوحين للبوبلك